اشتركوا في القناة في ساعة الصباح راح ينتقل للقوس هو الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة راح يمكث فيها طبعا لتمام الساعة 6 و 6 دقائق بتوقيت جرينيتش يعني للساعة 9 و 6 دقائق بتوقيت الأردن بعدها القمر من مساء الليلة هاي لهي السبت بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا بما انه القمر موجود في برج العقرب حكينا انه ناخذ احنا من صفات هذا البرج او منكتسب من صفات هذا البرج فعشان هيكي لغاية ساعات الصباح بنظل التأثيرات انه شوي منكون متطرفين في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة بنشعر بالانتقاد بالغيرة يعني بصير في عنا حدة بردات الفعل بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في الفترة هاي ممكن انه احنا نجدد تأمين او امور الها علاقة ببعض الامور اللي الها علاقة بالسيارات تأمين بوليسة تأمين مثلا على الحياة على سيارة على بيت على اشياء من هذا القبيل وبرضو جيدة للي حاب يبدأ بقراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات في الفترة هاي من الليل اقبال على هاي الامور اكثر وبرضو بامكاننا اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية وحيدة هي رح تكون قبل خلو المسار هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن من زيد ثلاث ساعات بتصير الساعة ثمانية وثنين وثلاثين دقيقة صباحا طبعا هاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بالنسبة لتأثيرات الزوايا طيلة النهار يعني من موعد بث الحلقة لنهاية للمساء عشان ما ندخلكوا بموضوع الحسابات وزيد اثنى عشر ساعة زيد سبعة عشر ساعة نقص مش عارف ايش فلا احنا مناخذها على انه بتأثر طيلة النهار بعد الزاوية هاي مباشرة ببدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة وبتستمر لغاية الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة طناعش واربع وثلاثين دقيقة ظهرا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار انا اخطأت هي الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منزيد ثلاث ساعات الساعة حداعش واربع وثلاثين دقيقة قبل الظهر يعني عشان محدش يكون مدقق ويقولك خربطت انت فيها فانا عدلت على الوقت الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير موجود في برج القوس عشان هيك من ساعات الصباح بتبلش تتغير نفسيتنا شوي فمنشعر بالابتهاج ومنجد انه الناس اكثر مرحن ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة ترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا افتراض مال ودراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواية ماء تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الزاوية اللي راح تتم بعد امتهاء خلو المسار هي راح تكون في ساعات المساء هي زاوية التزديس برضو ايجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وسبعة عشر دقيقة مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا القمر بما انه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الثلاثاء اربعة عشر تسعة بيبدأ في تمام الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وثلاث وثلاثين دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر انحسار المربع ست ايام في تمام الساعة ثمانية وست وخمسين دقيقة صباحا بصير سبع ايام نسبة الاضاءة بتصير ثمانية وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة منتحسي بنسبة 25% القمر في العقرب وبدو ينتقل القوس ورح يستمر في برج القوس أو يمكث في برج القوس لغاية يوم 14 تسعة هو سعيد بنسبة 30% أما بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء جيدة للحصول أو للمكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة أو تعويض ولكن اللهم أنه الفترة هاي صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية طبعا ما زال القمر في البيت الثامن يعني بمرحل المقابلة الأخيرة ولكن ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحليب الليوني والصبر والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء ممكن يعني بطلب منك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ في بعضكم ممكن ينشغل بمعاملة أو بملف في دائرة رسمية أو في عمله في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع لإلك فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة اللي هي قصوصا مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد أو سفر بعيد أو أوراق إلها علاقة بالسفر الدراسة الجامعية ابتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحبائكم معكم في بعضكم ممكن يخرج في رحلة أو يروج لعمل أم ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها خلال هذا اليوم وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور طبعا بيظل تفكيركم مصلط خلال اليوم هذا على أمور إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية فعشان هيك لغاية ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم حاوضوا أنكوا ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر فيها ضغط لأن القمر مقابلكم تماما لذلك بدك تحذر من الأخصام ما تعادي أحد بدك تتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك في الفترة هاي بيكون أقوى منك وطباعك بتكون مش هادية في ساعات الصباح القمر بتحرك للبيت الثامن فعشان هيك بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية حاولوا أنكوا تسارعوا لتهدئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى اليوم مساعدة أو تعاطف ما عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتركز بشكل جيد على أمورك الخاصة ما تلتي بأمور غيرك الأهم أنت برج الجوزة طبعا القمر في البيت السادس في ساعات الصباح بد يصير في البيت السابع مقابلكم تماما فعشان هيك حاولوا أنكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة لغاية ساعات الصباح بترتاحوا لا سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك في ساعات الصباح بتنجحوا في أمور العلاقة بالتفاهم مع الشركاء الشركاء المال الشركاء العاطفة الأزواج بوسعكم إتمام خطبة أو زواج خلال هذا اليوم أو توقيع عاقد تجاري هاي الفترة معني تعتبر رغم الإيجابيات اللي فيها أنه القمر مقابلك شوي بخلي طاقتك ضعيفة فبيكون فيها نوع من أنواع السلبية ما بينفعك سوى الصبر فيها والمرونة ممكن تتعرض اليوم لبعض المضايقات أو الخلافات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وفي نفس اللحظة ممكن تنشغل بأمور صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج السرطان طبعا ما زالت الأجواء إيجابية بما أن القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فبتظل الأجواء جيدة بتبعث على البهجة على الإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا هاي فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا طبعا في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما فبتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحاول تحسن إدارة عملك لأنه هذا بيت المال والعمل وبدكوا تحاضروا من الجدال مع المعاونين أو اللي بيعملوا معكم حاولوا ما تهملوا صحتكم وحاول إنك برضو ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد ابتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم في منكم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لأفراد العائلة أو لمديد العن لإلهم طبعا لغاية ساعات الصباح هاي الأمور أهم شيء أنك من هون لساعات الصباح ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن شوي تكون قلق وتتذمر لأقل الإشارات من ساعات الصباح طبعا تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وغضاء وقت ممتع معهم أهم شيء أنه اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك في هذا اليوم تصحيح الأخطاء برج العذرة بتنشغلوا اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات طبعا لغاية ساعات الصباح وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن تكون بمفاوضات حثيثة ومفيدة خلال هذا اليوم حاول أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم أنت بتتمتع بسرعة خاطر وقدرة على الإقناع وقدرة على إيجاد الحلول طبعا لغاية ساعات الصباح بعدين بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الأجواء شوي بيكون فيها بعض العدائية وبتكون متوترة حاول برضو أنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب معني من عمل إضافي بتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك حاول أنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غربية أو غريبة وفي ساعات الصباح طبعا بتتغير الأجواء بتنشطه في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وممكن تتعززه العلاقة مع أخ أو جار وممكن تتعززه العلاقة بشكل قوي جدا بتدعمك الحظوظ واليوم وبتكون جريب في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم بظل في نوع من أنواع الحيوية أكثر من الأيام الماضية بينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر أكثر بادروا لخطوة جديدة من شأنها نتدعم من مركزكم الاجتماعي بتظلك مستعيد أو مسيطر على حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف عندك وبتزدهر للقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وممكن تفرح لحدث كبير تعتبر هذه فترة جيدة جدا بالنسبة لإلك وفي ساعات الصباح طبعا بتصير الأجواء شوي يعني فيها نوع من أنواع الحركة فبتنهمكم اليوم في ضبط ميزانيتكم حاولوا أنكم تنتنعوا على المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك إذا كتكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض وممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هذه فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما برج القوس طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة وغير مريحة وهاي الأمور رح تستمر لغاية ساعات الصباح فعشان هيك هي أجواء غير مريحة صحيا ونفسيا ورغم عدم وجود أي مخاطر حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة حاول أنك تبعد عن المغامرة وعن الرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ما يتجازف بسلامتك لأنها هاي فترة فارغة من الحضوض لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتزول كل هاي الأمور اللي احنا حكيناها وبتمتلك نشاط وحيوية بتبادروا لخطوة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية وبرضو بتحمل لكم هاي الفترة انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركد عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الجديد طبعا بظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فممكن تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم اليوم تحقيق أمنية بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية حاول انك تقتنس الوقت لإعلان رأيك للحصول على موقع معين حاول انك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدك تنتبه بشكل كبير لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فبدك تنتبه على صحتك وبدك ما تبالغ اليوم في إنجاز أعمالك المتراكمة اليوم رح تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إشي إنك ما تحسم أمر لأن الفترة هاي بتكون سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها يعني ضبط الأعصاب مطلوب وما تستعجل الأمور برجدله طبعا الأجواء ظلت يعني بتظل مناسبة للي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم وممكن ينجحوا بإثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين لغاية ساعات الصباح فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على هدوءكم وحاولوا إنكوا ما يعني تبتعدوا عن إثارة الفتن والمشاكل هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم إش إنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحاول إنك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤولياتك في ساعات الصباح الأجواء بتصير اجتماعية أكثر فممكن تلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن أشخاص يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك مرج الحوت طبعا ما زالت الأجواء جيدة ودعمل إلك لغاية ساعات الصباح فاليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو تواصل مع شخص خارج البلاد أو تشعروا بقوة العاطف مع أحباكم هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه هذا اليوم يعني من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار لأنها تعتبر من الفترات المميزة هذا الشهر هاي الفترة بتكون دينماكية جدا فيها نوع من أنواع النشاط والحركة والنشاط الفكري وبتشكل عندك محطة للانطلاق بورشة جديدة في ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فعشان هيك بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء